بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين النهاردة خبر مفزع جداً الأبضة على عصابة الرمال البيضاء إيه عصابة الرمال البيضاء؟ ده اللي هنعرفه بعد الفصل عزيزي المتابعين أهلا بكم النهاردة وزارة الداخلية قبضت على 8 من الشباب عاملين أصابة الأصابة دي تكون التطبيق على اليوتيوب والفيسبوك علشان تزود المشاهدات والأرباح بتاعت المتابعين الأصابة دي عامل التطبيق بيزود أرباح اليوتيوب علشان تخش التطبيق ده لازم أن تدفع بمبلغ كبير المبلغ ده حوالي 30 ألف جنيه للفرد الواحد وبيهموا الناس أنهما بعدما تشترك في التطبيق هتجيلك أرباح خرافية أكتر من 30 ألف جنيه بمراحل كبيرة جداً المشكلة الكبيرة أنهم بعدما كسبوا من وراء التطبيق أكلوا التطبيق وخدوا فلوس الناس وهربوا طب ليه أفلت التطبيق منام انت بتكسب كويس والناس بتكسب مال من وراء دي المشكلة الموضوع طلع بيكسب كويس لقوا معهم فلوس نقدية بالعملة المصرية ولقوا معهم عقارات بمباغل كبيرة جداً ولقوا معهم دولارات كتيرة وكمان لقوا معهم بيتكوين يعني مش وقفين على الفلوس المصري بس لأ بيعدن في العملات الرقمية المشكلة ان الناس كتير اشتركت في التطبيق ده فعلا وكانه يدفعوا 30 ألف جنيه تخيلوا ان صروة الشباب دول او الولاد دول كان معهم 20 مليون جنيه فلوس نقدية موجودة في البيت وكان معهم 2 مليون 800 ألف أرصدة في البنك ده غير بقى 6 مليون جنيه كانوا مسيرين لهم في صورة عقارات يعني مشتريين عقارات بالأرصدة اللي هم عملوها النيابة العامة لما دخلت الشقة اللي كانوا باستخدموها كمقر للتطبيق ده لايك اجهزة كوميوتر وطبعا لابتوب في مواقع كتيرة بتعمل زيهم بس المواقع دي والتطبيقات لسه شغالة وفيها مصدقية لو انت عايز بقى متنصبش عليك زي الناس دي بتقدر تتعامل عن طريق البريد يعني ايه عن طريق البريد لما انا اطلب منك ان انت تحول لي فلوس مقابل خدمة معينة وانت ما تعرفنيش تطلب مني الاسم الكامل والرقم القومي وتروح على اعرب مكتب بريد وتحول لي على رقم البطاقة بتاعتي او رقم القومي وتحول لي عليه فلوس بحيث ان انا لو ما اصبت عليه تعرفت وصلي في اي مكان انت معاك اسمي ومعاك الرقم القومي وما تسمحش باي حد يقولك بقى حول لي على فدور كاش او موينيل كاش مع احترام من الخلمات المحترمة دي كلها مدام حد اول مرة بتتعامل معاه وانت ما تعرفوش وهو في مكان وانت في مكان ياريت تتعامل عن البريد في ناس بقى بتقعد تقولك لا اصلا البريد بقال عني اصلا مش بصحة بالنهار مالكش دعوة بالناس دي وتتعملش معهم اي حد بيقدم خدمة محترمة هتلاقي بيقولك انا رقم القومي اهو ودي البريد ولو على الفلوس يا سيدي ابقى دفع تمن الفلوس كاملة يعني لو انت عايز تحول لي الف جنيه ابقى حول الف وعشرة الخدمة كلها بعشرة جنيه في البريد المصري اظن كده ان انا اكون وفرت عليكم كويس جدا خلي بالك عشان في بعض التطبيقات بتنصب على الناس في شباب بينصب على الناس بهدف الربح السريع خلي بالكم وحفظوا على فلوسكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة